يعني النهاردة ان شاء الله الفريق حيواصل استعداداته لمواجهة الوداد في اياب نهائي دولي ابطال افريقيا وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يوم 11 ستة حتكون البطولة 11 للنادي الاهلي وبإذن الرحمن نرجع من المغرب منصورين الاهلي وضع قدم بالفعل منذ المباراة الماضية بعد فوزه على الوداد بنتيجة 2 واحد طبعا كلنا واثقين في الفريق وكلنا وراه بطبيعة الحال وبندعمه ومنتظرين منه اللقب والفوز مش هنتكلم كتير عن مبررات يعني ممكن تبقى يعني كانت فرضة نفسها الحقيقة الفترة اللي فاتت وكلمنا عنها كتير فيما يتعلق بمسألة الاخطاء التحكيمية واللي عدت مرحلة الاخطاء البشرية العادية احنا منتكلم على كواليتي معينة من الاخطاء كانت لفتة لانظار كل الناس القاسي والداني مش هنتكلم تاني عن هذا الامر ولا عن تحامل الحكم ولا عن توقعاتنا فيما يتعلق بالحكم المباراة القادمة او جماهير الفريق المنافس بس هنقول جملة واحدة انا شخصيا سمعتها قبل كده من كابتن محمود الخطيب جملة بتقول ما معناه ان الابطال لا تعرقلهم مثل هذه الاحداث في طريقهم نحو منصات التتويج وده اللي ان شاء الله هيحصل جماهير النادي الاهلي منتظر اللقب من اللعيبة وزي ما تعودنا مع النادي الاهلي مهما كان حجم البطولة اللي بيفوز بيها في اليوم اللي بعدها على طول بنلاقيه يعني بنشتغل على البطولة اللي بعدها يعني حتى ما فيش وقت لقولك ايه 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 بالصفحة ايه ايه بالصفحة الحقيقة طبعا ده يتماشى تماما مع كون النادي الاهلي نادي بطولات ونادي انتصارات ونادي دايما مجمعنا في الافراح ويا رب دايما ان شاء الله كمان حابب اقول للناس اللي زعلانا من نتيجة اتنين واحد وانا واحد من الناس دول الحقيقة بس تعالوا كده نفكر فيها من زاوية تانية يعني لازم نخلي بالنا انه برضو طبعا بداية كده كده قدر الله ما شاء فعل بس اكيد النتيجة دي افضل بكتير من التعادل او لا سمح الله الهزيمة الوداد محتاج يفوز بيه نتيجة واحد صفر هناك عشان يفوز باللقب يعني لو احنا سجلنا هدف خلاص الاهلي فاز باللقب لان كده الوداد هيحتاج يسجل اصاده تلات اهداف ولو اتعدلنا هناك هيبقى الف مليون مبروك للنادي الاهلي بطولة افريقيا بالنسبة بقى للجمهور الجمهور لازم ياخد اطعية كلام مننا في كل حلقة من الحلقات الحقيقة عن جدارة وعن استحقاق جمهور النادي الاهلي جمهور شديد الخصوصية جمهور ليه خصائص بتخليه متفرد ومختلف جدا عن غيره من جماهير الفرق الاخرى يكفي انه جمهور واعي ومنطقي وبيحكم دايما العقلانية والمنطقية في رؤيته للامور ودي حاجة يمكن ما بتحصلش مع جماهير كتير يعني حتى الواحد يعجز عن وصفة قد ايه الجمهور ده طول عمره من قديم الازر جمهور داعم وجمهور عظيم جمهور بيتكبت دايما مشقت وعناء السفر وراء الفريق لاي مكان هو مسافر فيه ولازم دايما نشكر جماهير النادي الاهلي ونقول في حقهم احلى كلام لان هم فعلا يستحقوا مننا احلى كمان كمان مهم نقول ان اللي بيشوفه الجهاز الفني مش بالضرورة يتطابق قوي او يتماشي قوي مع اللي احنا بنشوفه كجمهور احنا في الاول في الاخر مشجعين جماهير لكن الادارة الفنية دايما بتكون هي القدرة بالتفاصيل ليه بقولي كلمتين دول لان ساعات في بعض الاحيان ما بقاش فيه حاجات مرضية للجمهور قرار ما من المدير الفني تبديل ما من المدير الفني خطة ما بيتلعب بيها الماتش من المدير الفني كل واحد بي عنده تحفظاته وده حق مشروع لناس بتحب النادي الاهلي بل بتتنفس النادي الاهلي لكن في الاخر مين حتى لو بيتحمل المسؤولية ما هو دعيبة وجهاز الفني عشان كده لازم نكون دايما كجماهير وده اللي بيحصل دايما الحقيقة كلمة حق لازم نكون دايما ورا فريقنا ورا جهازنا الفني كمان ونقول لهم بالتوفيق ان شاء الله في المباراة النهائية ومستنين منكم كتير